بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ان شاء الله الحواوشي بالجبنة عندنا 150 جرام جبنة قريش او ريكوتا وهنضيف عليها قرن فلفل رومي متقطع صغير وبصلة متوسطة متقطعة صغير و150 جرام لحمة ومفرومة ومعلاقة صغيرة بهارات حواوشي والطريقة بتاعت بهارات الحواوشي الرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو ونص معلاقة صغيرة ملح وفلفل اسود وهنعجل الخلطة كويس جدا بعد كده عندنا رجيف عشبلادي هنفتحه من طرفه بالشكل ده علشان نحشيه من جوه وهنحشي الرجيف بالخلطة اللي عندنا وكمية الخلطة اللي عندنا هتعمل رجيفين او تلاتة على حسب كمية الحشوة اللي هنحطها في كل رجيف وهنعجل الرجيف كويس من على الوشين بسمنة او زيت وهنحط الرجيف في شبكة الشاوي وهنكون حطين تحتيه صاج او صنية وهنسخن الفرن على درجة حرارة 220 وهندخله على الرف الاوسط وخلاص كان الحبابش استوع معنا واخد معنا في الفرن حوالي 40 دقيقة ونخلي بالنا واحنا بنسويه هنسويه حوالي نص ساعة على الوش اللي فوق بعد كده هنقلبه على الوش التاني حوالي 10 دقيقة جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وشكرا للمتابعة والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة اشتركوا في القناة